اشتركوا في القناة هذا لا ينفعه رمضان لأنه بنيته أنه إذا خرج رمضان أنه يعود إلى ما كان من قبل من المعاصي والسيئات واللهو والغفلة فهذا لا ينفعه شهر رمضان لأن طاعة الله ليست موقتة بوقت ثم ينتهي لا طاعة الله دائمة قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت فلا ينتهي عمل المسلم إلا بالموت إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أيها الإخوة يجب أن نعظم حرمات الله ومن يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب علينا أن نعظم شعائر الله في رمضان وفي غيره الله لو عاد ميت إلى الدنيا أحمدك من أمك من اتقى الله جاءه الرزق من حيث لا يحتسب لا يصلي الله لا ينظر إليه يجوز لكم السكوت قال مخافتك يا ربي مخافتك يا ربي مخافتك يا ربي